بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نهاردة بنستكمل شرح شابتر 1 فبنقول عندنا نهاردة البروغرامينج سيستمز بنتكلم على البروغرامينج سيستمز عندي 2 تايبز اللي هو الانكريمينتل والأبسليوت فبقول عندي 2 تايبز وبروغرامينج مود are used for cnc اللي هو the incremental system with the absolute system انا بقول عشان اقول للمشين نبدأ كده نتعرف على الأكواد احنا نتكلم على الالفا نمريك بقول عشان اقول للمشين انا اشتغل incremental هقول له ايه g91 وعشان اشتغل absolute هقول له ايه g90 اوكي بعدين ايه الأكواد اذا كنت اشتغل absolute most controls in machine tool today are capable of handling either incremental or absolute program كل المشين تستطيعين ايه تشتغل absolute او تشتغل ايه increment اقول اننا ان شاء الله نتكلم الاول على incremental programming system فبيقول لي the incremental program locations are always given as distance and direction from the immediately proceeding point ملاص command codes which tell the machine to move the table and spindle are explained here using اللي هو ايه vertical milling machine اللي هي ايه c frame زي ما نشوف في ال example اللي جاء ال example اللي قدامنا ده عايزيني هو مكتوب هو الابعاد بال incremental mode فاحنا دلوقتي بنقول ادي نقطة origin عندنا اهي وبيقول لي انا عايز اعمل الهول هنسمي ده مثلا الهول رقم واحد وهنسمي الهول ده رقم اثنين وهنسمي الهول ده رقم ثلاثة فعشان ابدأ اشتغل فبيقول لي ما هي الاحداثيات اللي انت هتتحرك فيها عشان تجيب الهول رقم واحد اللي يبقى انا هقدر اقول عشان يجيب الهول رقم واحد الاكس بتاعته بكام اهي ب25 الابعاد بالانش يبقى دين 25 25 من 100 اهي 25 من 100 انش دين اللي هي الاكس و الواي بكام الواي اهي برضو مدهني بكام ب25 من 100 ب25 من 100 اوكي يبقى بخمسة الابعاد بالانش 25 من 100 انش الواي يبقى دا الهول رقم واحد طيب عشان يجيب الهول رقم اثنين فين الارجن بقى بتاعه احنا قلنا المرة دي ان كان الارجن اللي هو ده انما طيب مين اللي لا يبقى الارجن بتاعه هو الهول البرسيدينج يبقى عشان يجيب دا كده هو يبقى الهول رقم اثنين هتبقى الاكس بتاعته يبقى اي ادي الهول رقم اثنين الـ X بتاعته بكام بـ 75 من 100 و الـ Y بـ 0 أنا ممشيتش في الـ Y طيب نأكد الكلام ونشرحه في الهول الثالث يبقى فين الهول الثالث عشان يبقى ليه الـ proceeding hole هو الـ origin بتاعه يبقى دي الـ origin هنا يبقى أنا مشيت هنا في الـ X بكام بـ 75 من 100 يبقى دي الهول الثالث هكتب لك العباد بتاعته هنا الـ X بتاعته بـ 75 من 100 و دي الـ X و الـ Y بـ 0 أنا ممشيتش في الـ Y بـ 0 هذه الـ 0 للـ Y وهكذا يبقى دي طريقة الـ incremental وباليه Work piece dimensioned in the incremental system عرفنا طريقة الـ incremental نشوف هنا بيقول لي إزاي إحنا على الـ vertical أو الـ C frame vertical milling machine فبيقول لي عشان يجيب بقى الـ incremental system بقى واني شغال على الـ vertical milling machine اللي الـ X plus command will call the cutting tool أنا بعملي programming للـ cutting tool اللي أباكد علي كتين to be located to the right of the last point وما للـ X minus هتعملي اللي X minus command will call the cutting tool to be located to the left of the last point إذا أجيب X minus to the left of the last point وعايز أجيب الـ Y plus اللي الـ Y plus command will call the cutting tool to be located toward the column والـ Y minus will call the cutting tool to be located away from the column أما لو جيت على الـ Z plus فبيقول لي command will call the cutting tool or spindle to move up or away from the workpiece Z minus اللي move the cutting tool towards أو into the workpiece يعني أنا كده هعمل remove المaterial من الworkpiece